منتصف النهار في الدوحة أهلا بكم مشاهدينا نحييكم مركز أخباري قنوات الكأس الرياضية هذه نشرة الأخبار ولا أبرز العنوين أليخاندرو دومينيغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يؤكد دعم القارة اللاتينية لمونديا لقطر الغرافة يلاقي صاحب الأرض والجمهور فريق السلة المغربي في ربع نهاء البطولة العربية لكرة السلة النصر يواجه العروب مساء اليوم في قمة الجولة العاشرة للدور العمني لكرة القدم أهلا بكم استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السيد أليخاندرو دومينيغيز تأتي هذه الزيارة تعزيزا للعلاقات القطرية الأمريكية الجنوبية حيث كانت الدوحة قد استقبلت في أغسطس الماضي رئيس اتحاد البراكوي أليخاندرو دومينيغيز أكد دعم اتحاد أمريكا الجنوبية الكامل لدولة قطر من أجل استضافة صاريخية لحدث نهائية كأس العالم لكرة القدم اللقاء استعرض العلاقات القطرية مع الاتحاد القري وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين هذا وزار ضيف الاتحاد القطري لكرة القدم والوفد المرافق له أكاديمية التفوق الرياضي مبدئا إعجابه الشديد بمرافق ومنشأة أسبير تعوده مساء اليوم مباريات دور قطر غازليغ لأقل من 23 عاما بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة الخامسة أدحيل المتصدر يواجه الخور الرابع فيما يلعب السد ضد الريان وستحظى هذه المباراة بنقل مباشر عبر قناة الكأس الأولى أما اللقاء الثالث فسيجمع بين قطر والأهل وفق البرنامج التالي انطلقت الأدوار النهائية لبطولة قاطر كلاسيك للسكواج دون مفاجآت وسجلت تأهل أفضل المصنفين إلى المرحلة الثانية في المقابل عجز لعب منتخبنا الوطني عبدالله تميمي عن مواصلة الرحلة العالمية وغادر الحدث من دور الأول دخل محمد الشورباجي الملعب الزجاجي فهتزت الجماهير تشجيعا لنجم سبق وتوج بلقبين في الدوحة عامي 2015 و2013 المصنف الأول عالميا سابقا وثالث حاليا واجه الإنجليزي كريس سيمسون في أكثر مباريات اليوم الأول تشويق الشورباجي وصف بطلي أمريكا المفتوحة فرد قوته على مدى 36 دقيقة فإذا بثلاثة عشوات نظيفة بـ 11.7 ثم 11.9 فـ 11.5 ممثل العنبي الذي شارك ببطاقة دعوة عبدالله التميمي لمسا يكتب له مواصلة المشوار في قطر كلاسيك فأمام فارس الدسوقي التاسع على العالم حاول التميمي لكنه عجز عن التأهل سجل ستة نقاط في الشوط الأول وكان قريبا من الفوز في الثاني بثماني نقاط فيما اكتفى بخمس نقاط في الشوط الثالث التميمي سابع وثلاثون عالميا فقد أعصابه وهدوءه وغادر الملعب سريعا بعد الخسارة عبدالله طبعا لعب هاي النهاردة وكان ماتش صعب مكانش ماتش سهل فأنا طبعا مبسوط أن أنا كسبت الماتش ده وأن أنا عديت للدور الثاني وبالنسبة بقى الماتش مع محمد طبعا هيبقى ماتش كوي جامد أكيد أنا ومحمد على طول بنلعب ماتشات كويسة مع بعض على طول بتققى ماتشات جامدة الناس كويب تستمتع بيها فإن شاء الله نقدم حاجة كويسة لسكواش في مباراة أخرى كان المصري علي فارج صاحب الكلمة الحسمة ماما مواطنه كريم علي فتحية بطل أمريكا المفتوحة وصاحب الإنجاز العالمي الفريدة مع زوجته بمعانقة اللقب الأمريكي ذاته في اليوم نفسه خاد مباراة سهلة حسمها في ثلاثة أشواط في الملعب أنا بحاول أنسى الماضي وأنا في الملعب بحاول أفكر في اليوم بفكر نقطة بنقطة شوت بشوت ماتش بماتش فالحمد لله أنا النهاردة قدرت ألعب بالطريقة اللي أنا كان نفسي فيها ولعبته كويس قدام خصم صعب طبعا وصديقي يعني فمبسوط جدا أن أقدرت أتغلب ثلاثة صفر وأتمنى أن أكمل بالمستوى ده بقيت الماضي الجاي إن شاء الله احترم المنطق في أول أيام الدور الأول الذي اختثم بتاهل الفرنسية الأول على العالم في انتظار استكمال الدور الأول الاثنين وستكون مباراة حامل اللقب كريم عبد الجواد الإسباني بورخا جولانا الأبرز لأخبار قنوات الكأس صار إيجابي الدوحة سيكون فريق الغرفة على موعد مع تحديات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة ممثل سلة القطرية يوجه اليوم الاثنين صاحب الأرض والجمهور ومستضيف النسخة الثلاثين فريق سلة المغربي وكان الغرفة قد صعد إلى هذا الدور بعد أن قدم عروضا قوية في الدور التمهدي أنهاها بفوز على الجيش الملكي المغربي الفوز أهد الغرفة البطاقة الثانية للمجموعة الثانية التي تصدرها فريق هومتمن اللبناني على الطرف الآخر بلغ فريق سلة المغربي دور ثمانية بعد اكتساحه الأهل الإماراتي عاد كما شداد ليتصدر المشهد بالعاصمة الخرطوم في أعقاب انتخابه رئيسا للاتحاد السوداني لكرة القدم كما شداد صاحب العلاقات الواسعة على الصعيدين الأفريقي والدولي فاز في الانتخابات بعد أن نال ثلاثة وثلاثين صوتا مقابل ثمانية وعشرين لمنافسه المباشر معتصم جعفر في أجواء مشحونة بتوتر وبمراقبة الفيفا انعقدت الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد السوداني لكرة القدم لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة شؤون الكرة بسودان وحققت مجموعة الإصلاح الفوز بأغلب المقاعد وفاز البروفيسر كمال شداد برئاسة الاتحاد محققا ثلاثة وثلاثين صوتا بفارق خمس أصوات عن منافسه من مجموعة التطوير معتصم جعفر التهنية للشعب السوداني والتهنية للمجتمع الكروي اللي كان يحب التغيير والي كان يحب الشغل التم اليوم وبفوق هذا هو ما مهم من الذي فاس ولكن المهم أننا أرسلنا ديمقراطية جميلة جدا شهدت له الفيفا والاتحاد الأفريق اليوم وأثبتنا للعالم أننا شعب راغي جدا ومعلم أمال الجماهير التي انتظرت منذ الصباح كانت كبيرة لتعبر بطريقتها الخاصة بفوز كمال شداد أما الإعلام الرياضي فتختلف نظرته قليلا باعتبار الرجل وصف كثيرا بالدكتاتورية في عهده السابق باتحاد الكرة أنا أعتقد أنه العودة شداد من جديد بعد تنافس قوي جدا بينه بين دكتور معتصم جعفر ننتظر أن لا تقوم بنفس سيناريو السابق السابق الذي حكم فيه شداد لفترات طويلة بدون أي إضافة للكرة السودانية بل بالعكس خصم كثير منه على المستوى المحلي والمستوى الغليم والمستوى القار وفي سابقة تاريخية لاتحاد الكرة السوداني وجود مقعد للمرأة فازت به الإعلامية ميرفت حسين بعد منافسة قوية أخيرا انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم وحققت مجموعة الإصلاح الفوزة بمقعد رئيس الاتحاد بقيادة البروفيسر كمال شداد ليزدل الستار على مسلسل استمر طويلا صلاح الدين محمد علي لقنوات الكأس الخرطوم تنطلق اليوم الجولة العشر لدور العمني لكرة القدم بإقامة سبع مباريات وعيدة قمة الجولة ستجمع بين النصر ثالث الترتيب والعروب الرابع وستكون المباراة منقولة عبر قناة الكأس الثانية النصر سيدخل اللقاء بحثا عن انتصاره السادس هذا الموسم والثالث ثواليا للاقتراب أكثر من السويق المتصدر أما العروب المنتشي بفوز ثمين على الشباب الوصيف في الجولة الماضية يدرك جيدا أهمية النقاط الثلاث وبالتالي لن يكون خصما سهل المنال وسيلعب كل أوراقه لتحقيق الانتصار الخامس هذا الموسم النشرة ما زالت مستمرة معكم مشاهدين وفي أبرز عنوينها بعد هذا الفاصل البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس يتواجب لقب بطلة العالم للفورميلاوان قبل جولتين عن نهاية الموسم تحية من جديد فجر جيرونا صاعد حديثا لدور الإسباني لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيف ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة الفريق المنتمي لإقليم كاتالونيا وصاعد لأول مرة في تاريخه لدور الأضواء رفع بهذا الفوز رصيده لإثنة عشرة نقطة في المركز الحدي عشر في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند عشرين نقطة تضعه في المركز الثالث بدر إسكو بالتسجيل لريال وتمكن فريق جيرونا من إدراك تعادل بواسطة كريسيان سوتاني قبل أن يهديه بروتو الفوز الثالث ويكبد فريق الملك هزيمته الأولى في الليغة خارج ملعبه منذ فبراير الماضي بعد ثلاث عشرة مباراة بلا خسارة وهي سلسلة الأطول في تاريخه سعيدة ستاندردولياج للمركز الثامن في جدول ترتيب دور البلجيكي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه فريق فازلاند بيفيرن بثلاثة أهدف مقابل هدف لحساب الجولة الثالث عشر هذا الفوز جعل ستاندردولياج يرفع رصيده لتسع عشر نقطة بينما تراجع فازلاند من المركز السابع إلى التاسع برصيد ثماني عشر نقطة أورلاندو سا الذي أهذر ركتة جزاء في بداية اللقاء افتتح تهديف رأسية محكمة في دقيقة الثامنة والعشرين وبعد دقيقتين أضاف بولجوزي أمبوكو الهدف الثاني لستاندردولياج وقبل ثلاث دقائق عن نهاية الوقت الرسمي لشوط الأول جاء الهدف الثالث لأصحاب الأرض بتوقيع أبراهيم سيكا بالخطأ في مرماه أما هدف الضيوف الوحيد فجاء في دقيقة السابع والثمانين عبر إيزاك تيلين رفع نجم التنس سويسري روجيف درير لقب بازل المفتوحة للتنس بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتيني أخوان مارتن ديل بوترو بمجموعتين دون أو مقابل مجموعة بهذا الفوز شدد نجم تنس سويسري الخناق على الإسباني رفاييل نادال متصدر التصنيف العالمي مع تبقي دورتين للماسترز في كل من باريس ولندن بعد البداية القوية من الأرجنتيني ديل بوترو والتقدم في المجموعة الأولى بسبعة ستة أفلح فدرير في سعادة زمام المبادرة فدرير كسب المباراة بواقع ستة أربعة وستة ثلاثة ليرفع رصيده إلى خمسة وتسعين فوزا في بطلات التنس معادلا رقم الأسطورة إيفان لندل هذا ويتصدر القائمة حتى الآن جيمي كونروز بمائة وتسعة انتصارات للمرة الأولى في تاريخها أحرزت المصنفة سادسة عالميا الدنماركية كارولين فوزنياكي لقب بطولة سانجفورا للماسترز المخصصة للعبات الثماني الأوليات في جدول الترتيب فوزنياكي أطاحت في المباراة النهائية بالأمريكية المخضرم فينس ويليامز لتحقق بذلك لقبها الثاني هذا الموسم بعد المحقق في العاصمة اليابانية توكيو بهدف تحقيق أول لقب لها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات دخلت الدنماركية كارولين فوزنياكي نهاء بطولة سانجفورا وهي تحتل المركز السادس عالميا لتواجه الأمريكية فينس ويليامز الخامسة التي لم تخسر قط أمام فوزنياكي في المواجهات السبع التي جمعت بينهما من قبل وزنياكي بدأت المجموعة الأولى بالشكل المطلوب وكسرت إرسال منافستها مرتين في الشوطين الرابع والثامن لكنها خسرت إرسالها مرتين أيضا في الشوطين الخامس والتاسع إلا أن ذلك لم يمنعها من حسم المجموعة لصالحها بنتجة ستة أربعة في المجموعة الثانية بدأ وكأن وزنياكي ستحسم المجموعة الثانية بسهولة أكبر حين تقدمت بخمسة أشواط نظيفة عقب كسرها إرسالي فينوس الثاني والرابع لكن خبرة الأخيرة جعلتها تنتفذ وتعود لأجواء اللقاء وردت بكسرين في الشوطين الخامس والتاسع لتقلص الفارق لخمسة أربعة في الشوط العاشر حافظت فوزنياكي على تركيزها وحققت المطلوب وكسرت إرسال منافستها لتفوز بالمجموعة وبالمباراة بعد تسع وثمانين دقيقة المواجهة الثامنة هي رقم حظي كنت أتمنى الفوز على فينوس مرة واحدة على الأقل في مسيرتي قد كنت متقدمة بخمسة صفر ثم بدأت ويليند تقديم أدائها المعهود لكني سعيدة بالفوز في النهاية انتصار أول لوزنياكي على فينوس حققت به أول لقب لها في البطولة الختامية بعد خيبة نهائي 2010 جعلها أيضا تتقدم من المركز السادس للمركز الثالث في التصنيف الجديد لأخبار قنوات الكأس يوسف مومن الدوحة توجه البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مارسيدس بلقب بطولة العالم للفورميلا ون للمرة الرابعة في تاريخه رغم دخوله تاسعا في سباق جائزة المكسيكا الكبرى فوز هاملتون باللقب وقبل جولتين عن النهاية يعود الفضل فيه لفشل منافسي الألماني سباستيان فيتيل سائق فراري في الفوز بجولة المكسيك ومجات أخرى نال أيضا فريق مارسيدس لقب الصانعين للمرة الرابعة توليا عندما انطلق الألماني سباستيان فيتيل سائق فريق فراري من المركز الأول لسباق الجائزة الكبرى المكسيكي للفورميلا ون كان يدرك أن التعثر قد يجعله يضيع اللقب الذي سينقاض باتجاه البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مارسيدس الذي انطلق من المركز الثالث بداية السباق شهدت استضاما بين سيارتي فيتيل وهاملتون في المنعطف الثالث ونتيجة للحادث اضطر الاثنان بالاتجاه للمرأب وإجراء إصلاحات عاجلة ليعود في المؤخرة فيتيل كافح ببسالة وقاد سيارته بسرعة صاروخية بعد إصلاحها ومضى ليتخطى المنافسين الواحدة والآخر لكنه فشل في تجاوز ثلاث مقدمة لينهي السباق في المركز الرابع فيما فاز ماكس فير ستيبن بالسباق متبوعا بالفنلنديين فالتيري بوتاز وكيمي رايكونين أما لويس هاملتون فدخل في المركز التاسع وأضاف نقطتين رافعا رصيده إلى 330 نقطة بينما لم تشفع الاثنتا عشرة نقطة التي كسبها فيتيل بإبقائه في المنافسة حيث بات متخلفا ب56 نقطة عن هاملتون بينما لا توجد سوى 50 نقطة متاحة في آخر سباقين في الموسم ليس المهم كم تحقق من توقيت المهم أن تتمتع بالمثابرة وأن تسعي للتتويج وذلك ما تحقق لويس هاملتون عقب هذا التتويج أصبح أول سائق بريطاني يفوز بلقب الفورميلا وان أربع مرات متخطيا بذلك السائق الشهير جاكي ستيوارت والقادم قد يكون أفضل لمركز أخبار قنوات الكأس عمر قحطان الدوحة قبل استكمال أخبارنا العالمية نتوقف عند أهم محاور قضية رأي عام التي تأتيكم مباشرة بعد هذه النشرة رفقة جاسم محسين جاسم ماذا لديكم في قضية رأي عام صباح الرحيل لنا وكل مشاهدي قنوات الكأس بالفعل قضية رأي عام اليوم التي تصدر الاهتمام سيكون عنوانها في الحظر على الملاعب العراقية حلم طال انتظار وقت الضيوف رسمي سينضمون إلينا في الاستيديو عبر الأقمار الصناعية في سياق الحلقة بعد قليل عود إلا لنا لمتابعة النشرة لا تذهب بعد شكرا جاسم أجل الإيطالي أندري دوفيتسيوزو تتويج الإسباني مارك ماركيز باللقب العالمي لسباقة الدرجات النارية بعد فوزه بالمرحلة السابية عشرة وقبل الأخيرة في قلب حلبة سيبانج الماليزية مركز الذي احتل المركز الرابع والمتربع على صدارة ترتيب العام سيكون مطالبا بموقع ضمن المراكز الأحد عشر الأولى على الأقل في المرحلة الأخيرة المقررة في فالانسيا من أجل التتويج باللقب العالمي في أجواء ماطرة أجل الإيطالي أندري دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي تتويج الإسباني مارك ماركيز باللقب العالمي لسباق الدرجات النارية عندما فاز بالمرحلة السابعة عشر وما قبل الأخيرة بماليزيا دوفيتسيوزو مدد الإثارة إذن بعدما تألق على حلبة سيبانج الماليزية ومنح التنافس على اللقب نفسا جديدا بعد أن احتل الإسباني ماركيز متصدر الترتيب العام المركز الرابع ليقلص بذلك سائق دوكاتي الفارق بينه وبين المتصدر إلى 21 نقطة قبل نهاية الموسم بسباق واحد وفيما سيتوجه فريق هوندا بجائزة الصانعين للمرة الخامسة منذ 2010 تبقى الطريقة الوحيدة لأن يختف فيها الإيطالي دوفيتسيوزو اللقب بإخفاق ماركيز هو التفوق بسباق بالانسيا وأن يحل مركز خارج المراكز الأحد العشر الأولى وبالعودة لجائزة ماليزيا فقد حل زميل دوفيتسيوزو في فريق دوكاتي داني بيدروسا في المركز الثاني بعد أن بدأ فينا المركز الأول بينما جاء الفرنسي يوهان زاركو في المركز الثالث وفي فئة موتو اثنان توجه فرانكو موربيديلي باللقب بعد غياب منافسه توماس لوتي عن السباق موربيديلي حل في المرتبة الثالثة وفاز بسباق الجنوب أفريقي براد بندر وحل البرتغال ميجيل أوليفيرا في المركز الثالث وفي فئة الموتو الثلاثة حقق الإسباني خوان مير لقب بطولة العالم بعد أن فاز بالسباق العاشر له هذا الموسم لإخبار قنوات الكأس أمير فحصي الدوحة في الدور الأمريكي لكرة سلة للمحترفين فاز فريق واشنطن وزرد سعال مضيفه سكرامنتو كينغز ب110 نقاط مقابل 83 نقطة جون وال كان النجم اللقاء دون منازع بتسجيله لتسع عشر نقطة فادت فريقه لتحقيق الانتصار الرابع من أصل ست مباريات خضها الفريق في المجموعة الشرقية الضيوف أنهو ربع الأول لمصلحتهم بنتيجة 35 نقطة مقابل 16 وانتهى النصف الأول لمصلحة واشنطن وزرد بفارق 31 نقطة ورغم استفاقة أصحاب الأرض في الربعين الثالث والرابع إلا أن الضيوف حسموا الليقة لصالحهم ليتقدموا للمركز الثالث برصيد عشر نقاط قبل الختام ماذا تذكير بأبرس العنوين أليخاندرو ديمونيغيزي رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يؤكد دعم القارة اللاتينية لمونديال قطر الغرافة يلاقي صاحب الأرض الجمهور فريق سل المغربي في ربع نهاء البطولة العربية لكرة السلة النصر يواجه العروبة مساء اليوم في قمة جولة العشر لدور العمني لكرة القدم والبريطاني لوي ساملتون سائق مارسيدا ستواجه بلقى ببطولة العالم للفورميلا وان قبل جولتين عن نهاية الموسم ختم النشرة نلتقي في موجز الرابع عصرا بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة